هنروح من كرة اليد لكرة السلة اللي بيلعبوا دلوقتي نهائي البطولة العربية في صلة رقم اتنين في مجمع الصلاة مصر وليبيا انتهت الفترة التانية بفرق نقطة واحدة لمنتخب مصر وفي تحول كبير جدا استطاع منتخب مصر ينهي الفترة التالتة منذ لحظات لكرة السلة بفرق عشرين نقطة سبعة وستين سبعة واربعين فرق تسعتاشر نقطة في سبعة وسبعين تلاتة وخمسين دلوقتي في الفترة الرابعة ترانسفير كبير جدا جدا وتغير في الروح والاداء بيقود المنتخب كابتن واقل بدر كابتن سولي المدربين معهم كابتن رامي جنيدي كمان المدرب المنتخب بيقوده مجموعة من الشباب ليبيا مجنسة مجموعة من اللاعبين ليبيا اقصد تونس من قبل النهائي ومصر اقصد الامارات من قبل النهائي ليبيا عامت مفاجأة كبيرة باكساب منتخب التونسي فرق ست نقاط تقلق في موراق قبل النهائي مع الامارات لعبنا عمر الجندي اللي كان بيقول انا بعتزل دولي النهاردة عمر الجندي افضل لاعب اداء هجوما في منتخب مصر وحط في مباراة يعني الامارات 27 نقطة ومتقلق دلوقتي في مباراة ده كابتن واقل بدر المدير الفني ومتقلق ايضا في مباراة دلوقتي مع ليبيا كل الانباء عمر الجندي طبعا هو بيدافع في احد الهجمات لمنتخب الامارات في المباراة الماضية عايز اقول لكم انه عمر الجندي عامل يعني اداء رائع احنا لما عمر الجندي اعتزل دولي واستضفناه ونروح احنا بيحترم رغبتك ولكن احنا شايفين ان لسه بدري طالما قادر تدي عمر انت 32 سنة داتة و30 سنة ولا حاجة انت لسه عندك 3-4 سنين لغاية 37 سنة تلعب منتخب مصر خلاص الفكر تغير طول ما انت شايل فرقتك في النادي طول ما انت وقف على درجلك خلاص فعمر الجندي النهاردة بيقد اداء كبير جدا جدا منتخب مصر فازع الامارات زي ما قلت رحضاكم 114-78 في المباراة قبل النهائي منتخب مصر بيضم خمس لعبين من النادي الاهلي عمر الجندي هاب امين كريم حاتم عمر طارق عمر زهران ربنا يشفيه طبعا عمر زهران تعرض بإصابة رباط صليبي في مباراته مع منتخب تونس في التصفيات وزي ما جبناه في الحلقة اللي فاتت وسألنا على اخباره هو بيعمل علاق طبيعي دلوقتي عشان بيقوّل عضلة قبل العملية وعشان الرشح يقل وان شاء الله يعملها مع احد اكبر الدكاترة اللي موجودين في مصر عشان الوقت والسرعة تعالفين طبعا تأشيرات بره بتاخد وقت والقصة والحكاية عندنا هنا اكبر دكاترة في مصر ويعني عملوا لعشرات الالاف من اللعيبة يعني عملات مختلفة فما فيش اي مشكلة خالص عندنا في مصر في الناحية دي كل التوفيق لمنتخب مصر اتمنى فوز البطوة العربية احنا بالمناسبة منتخب مصر هو يعني المنتخب التاريخي بالفوز بالبطوات العربية كلية الشرف الفوز بيعني بطلتين تراتة من دول من اصل 12 بطول منتخب مصر فاز بيهم منتخب مصر هو الفائز او الفائز التاريخي البطوة العربية للمنتخبات احنا ما بنكلمش هنا عن الالعاب العربية بنكلم عن الامم العربية الالعاب العربية كسة تانية بتضم كل الالعاب وبرضه كان لها الشرف ان انا اخدت مديليتين واحدة في الجزائر واحدة في الاردن كالعاب عربية دهب ولكن الامم العربية كتير فوزنا بيها وكانت غالبا بتقام في لبنان في فترة اللي كنت بالعب فيها الحية